السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام وهو الأفعى في القدم في المنام ذليل عشار ينالو الرأي من منافسه في العمل ورؤية لذغة التعبان في الظهر في المنام تدل على التعرض لخيانة والغضر ومن رأى أن التعبان الأسود يلدغوا في ظهري في الحلم فهذا يدل على الوقوع في مكائد الآخرين ورؤية لذغة الأفعى الكوبرا في المنام تدل على ضرر يصيب الرأي من عدو ماكر يكون قريبا له ورؤية أفعى تلدغ شخصا في المنام تدل على ظهور فتن والعداوات فيما بينهم ورؤية النجاة من لدغة الأفعى في المنام دليل عن أمن من ضرر قريب ورؤية لدغة الأفعى في المنام للعزباء تدبل على التعرض للغدر والخداء أما رؤية لدغة الأفعى في المنام المتزوجة فهي دليل على وجود إمرأة تعاجها ورؤية لدغة الأفعى في المنام للحامل دليل على ضرر يصيب الجنين والله أعلم فيما رؤية لدغة الأفعى في المنام المطلقة دليل على ضرر يصيب إمرأة ماكرة وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تعرض للذغة التعبان وقتلته في العلم فهذا يدل على خلوجها من الصعب والمكائد التي ستكون في حياتها هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله